بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بنكمل معاكم إن شاء الله دورة الاب انفنتور وفي هذا الدرس ما رح ناخد إشي جديد رح أورجيكم تمرين بسيط على إشي أخذناه بس من باب يعني العصف الذهني أو التأكيد على المؤكد هاي موجود عندي هنا فورم وهذا الفورم خليه برنامج مثلا إحسابات وفي هذا البرنامج برنامج محاسبة عارفين وبرامج المحاسبة واليوم برامج المحاسبة اللي بتكون مع الموزعين بيكون مع تابلت والبيانات بتنحفظ على البرنامج ثم ترحل في حال وجود إنترنت على قاعدة البيانات السحابية فبالتالي المحاسبة اللي موجود في الشركة مباشرة بتوصل عنده الطلبيات مباشرة بتوصل عنده الدفعات وهذه الأمور وإن شاء الله رح نسوي برنامج كامل في نهاية الدورة الآن هاي موجود عندي فورم وفي هذا الفورم بده يعبي المحاسب أو الوكيل بده يعبي بيانات معينة طبعا موجود عندي هنا سعر الصنف وهنا كمية الصنف المجموعة رح يكون لابل طب ليش رح يكون لابل مش تيكست بوكس لأنه المجموعة ما رح يعبي المستخدم البرنامج بوجوده يعني بعملية حسابية رح يوجده وهنا إذا بدي يضيف ملاحظات لاحظوا معاي برضو الرقم أنا ضفته في ليبل فبالتالي الرقم ما رح يدخله رقم العملية خلينا نقول ما رح يدخلها المستخدم طب ليش ما رح يدخلها المستخدم لأنه أحيانا مثلا أنا دخلت رقم العملية 5 وكان في عندي عملية معينة رقمها 5 فبالتالي العملية الجديدة أو الحركة الجديدة بتحذف الحركة القديمة وبتصير عندي خربطة في الحسابات فقضية الرقم هذه الأصل إنه ما يدخل فيها المستخدم ممكن أظهرها ممكن أخفيها بس يعني أنا بخليها بليبل علشان ما أعطي مجال للمستخدم إنه يتحكم فيها طبعا يعني هذه الحركة إنه تخلي الرقم يزداد بشكل تلقائي أكيد إحنا حكينا عن الفكرة السابقة ومنرد نكررها من باب فقط التأكيد على المؤكد خلينا نسوي التمرين سريعا لما تضغط على زر بوتون 1 فبالتالي موجود عندي هنا onebutton1.click لما أضغط على البوتون 1 في عندي شوية معلومات أنا بدي أجيبها طبعا قبل المعلومات في عندي الليبل 6 هي عبارة عن المفتاح الأساسي فبالتالي منيجي من كله جبل اللي القيمة الظاهرة في هذا الليبل وأجعلها المفتاح الأساسي اللي هي project bucket هاي project bucket ثم في عندي عدة معلومات بدي أخزنها عندي السعر والكمية والمجموع وإذا في مثلا ملاحظات معينة إذا عندي الكمية اللي هي تكست بوكس 2 السعر والكمية تكست بوكس 3 والمجموع 7 والملاحظات 5 2 و 3 و 7 و 5 هاي موجود عندي تكست بوكس 2 dot text وعندي تكست بوكس 3 وعندي الليبل 7 والتكست بوكس 5 هاي تكست بوكس 5 هونه وعندي الليبل 7 هاي الليبل 7 dot text يعني عندي أنا أربع قيم بدي أدخلها على الفيرباس داتابيس فبدي أحفظ القيم عندي دالة store value هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة وهاي أربع قيم أنا بدي أحفظها في الفيرباس القيم الأولى اللي هي كما هي السعر والقيم الثاني Budget هذا التاج للقيم الأولى وهذا التاج للقيم الثانية وبرضو التكست بوكس 5 برضو تحفظ كما هي فبالتالي التكست بوكس 5 تحفظ كما هي وبضيف لها التاج الخاص فيها القيم الأولى اللي هي السعر Price هاي برايس الكيمة الثانية اللي هي الكمية مثلا اه هون الملاحظات او اي اشي بتكم اياه طيب اه اه كمية المجموع المجموع الكل هي عبارة عن عملية حسابي بس يعني بدي اورجي كيف بدك تسوي عملية حسابي ممكن مثلا نضيف هنا الخصم الخصم برضو عملية حسابية بس الخصم بدك تنتبه لشغلي يعني هسا بنبهك الها ولو انه انت كونك بدك تسوي برنامج لازم هادا الامور تكون يعني واضحة بالنسبة اليك اه في عنا خلينا نضيف هنا التاج اللي هي اه المجموع خليها صم مثلا نسميها الان المجموع راح يكون اه اه التكست بوكس تو ضرب التكست بوكس ثري طب ليش يعني اه هذول الكيمتين لانه السعر ضربة الكمية فبتالي عندي هون عملية ضرب هاي عملية ضرب وهاي التكست بوكس تو ضرب التكست بوكس ثري الان ناتج هذا هاد العملية الحسابية بنسوي متغير مؤقت مثلا بنسميه اكس وبنخزن ناتج هاد العملية في داخل هذا المتغير وبعدين انا بدي اظهر بدي اظهر اه اه الجواب على الليبل سفن علشان يشوفو المستخدم فا اه ست ليبل سفن دوت تكست اظهر لي الجواب جواب العملية الحسابية على الليبل سفن طب وين جواب العملية الحسابية بكون صار هون في المتغير اظهر لي على اه في هذا المكان ثم اه الجواب برضو خزن ليا في داخل المتغير خلص جاهز الامور بس ضاي لنقطة مهمة النقطة المهمة اللي هي اول مرة احفظنا عرقم واحد ثاني مرة احفظنا عرقم واحد طب احنا بدنا اه 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 قيمة الرقم تزداد فبالتالي شو بعمل باجي على اه رقم واحد اللي هي اه اه لابل سكس باجي على الليبل سكس ست دوت تكست في اخر طبع ممكن اكتسو متغير ممكن بدون متغير اه بعدين باجي على لابل سكس دوت تكست زائد واحد وممكن هذا الموضوع تسويه في متغير ما في اياته مشكلة زائد واحد الآن شو اللي انا سويته صويته انه هاي زائد واحد حفظ لهذه البيانات على الرقم واحد قاعد بكرة في البيانات وصل اللي عنده هنا جبل لي قيمة الليبل سكس اللي هي عبارة عن واحد زائد واحد اثنين فبالتالي خلى لهذا الرقم اثنين علشان العملية القادمة الآن ممكن شو تعمل برضو بعد ما يخلص هذه العمليات انت بدك تمسح القيم اللي موجودة هون والقيم اللي موجودة هون مثلا والقيم اللي هون و الكويم اللي هون اللي هو تيكست بوكس 2 و 3 و 5 مثلا و المجموع خلي المجموع علشان يشوفوا المستخدم على كلين أنا بدأ أرجيك فكرة المسح يعني أنا مش قاعد بس هو برنامج بروفيشنال بس بدأ أرجيك فكرة المسح خلينا مثلا بعد ما نخلص العملية بدنا نمسح الملاحظة لبينة المسح اللي هي تيكست بوكس 5 هذه لبنة المسح هاي معناها امسح ما بداخل المكون هاي معناها امسح ما بداخل المكون خلص جاهز مية في المية الشغل خليني أورجيكم ولقبل ما أورجيكم بدي أورجيكم بس سريعا فكرة الخصم خليني أشغل رسام ها موجود عندي برنامجة رسام الآن أنت مثلا راتبك ألف تمام أجع عليه خصم أو زيادة على الراتب خلينا نكون زيادة اللي هي خمسة في المية هاي خمسة على مية الآن ما بزبط هيك تضيف المعادلة أنا بكلك ليش ما بزبطش لأنه هذول الصفرين بروح مع هذول الصفرين فبالتالي عشرة ضرب خمسة يساوي خمسين فراتبك بدل ما يكون ألف بيصير راتبك خمسين طيب شو حلت هذا الموضوع حلته أنه منيجي نقول خمسة في المية ضرب الراتب إذا كان زيادة بنقول زائد الراتب وإذا كان خصم بنقول ناقص الراتب إذا كان زيادة بنقول زائد الراتب اللي هي زائد ألف فعشان هيك خمسين زائد ألف بيصير ألف وخمسين هذه طريقة كتابة المعادلة الرياضية في حال كان عملية خصم أو زيادة بس يعني هذه فكرة رياضيات مش فكرة برمجة بتوقع يعني أنه جميعكم عارفينها خلينا نشغل الإمبيليتر ونشوف شو بصير معنا هاي شغلنا الإمبيليتر وهاي موجود عندنا الفاير بيس داتابيز بنا نبدأ ندخل في كميات مثلا أنا موجود عندي بدي أحسب السعر مثلا خمسةاش والكمية مثلا عشرة باجي بعمله حفظ لما أعمله حفظ المجموع مية وخمسين تمام هاي حفظ لي إياهن تمام الملاحظات ما فيش ملاحظة طيب خلينا نضيف مثلا هنا ملاحظة السعر أثان خلاص برايس أي ملاحظة ونيجي بنعمل حفظ لاحظوا معاي إنه الرقم صار 2 لاحظوا معاي إنها الملاحظة بدأت نحذف كمان شوي عملنا حفظ الملاحظة انحذفت وهي ضف اللي هنا 2 بدون ما تنحذف العملية الحسابية السابقة هاي ضف اللي الملاحظة هنا وهي المجموع وهيك يعطيكم العافية ولاحظوا معاي هنا السعر الرقم صار 3 علشان أنا أضيف عملية حسابية الآن ممكن أنت تضيف في نهاية الموضوع مثلا عند الحفظ open another screen مثلا السكرين يكون عبارة عن فورم في ملخص هذه العمليات علشان هذه العمليات تنحذف وعرفتو كيف بدأت نحذف زي ما عملنا في الملاحظات علشان هذه القيم تنحذف من هون ويظهر له الملخص أو ممكن الملخص يجي على البلات هنا أو ممكن الملخص يجي على على مثلا list view مثلا أو أي طريقة يعني بدك يظهر عليها الملخص بظهر وبعدين مثلا ممكن الملخص تحوله لPDF رح أسوي لكم إياها إن شاء الله وممكن تطبعه برضو تتصل في طابعة بس يعني هذه الفكرة اللي كنت بدأ أحكي لكم إياها هذا الدرس يعطيكم العافية